توقف المراقبون عند استبعاد أميني عام حزب الله السيد حسن نصر الله الكلام عن حلب وهو الذي كان وصف معركتها بأنها مفصلية وأساسية وردوا السبب إلى حجم الخسائر التي طلقها الحزب مؤخرا في حلب حيث تدور معارك حقيقية هذه الحرب خلفت خسائر كبيرة بدأت تتكشف على مواقع الإلكترونية المقربة من الحزب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وترافق ذلك مع نقاشات كبيرة في صفوف الحزب عن جدوى الاستمرار في المعارك بعد مقتل عدد من قياده وكوادره مع عدد كبير من المقاتلين وهروب ضباط الحرس الثوري من المعركة في معمل الإسمنت في حلب ومواقع أخرى مع الإشارة إلى أن المعمل يعتبر من أكبر الثقنات العسكرية تابعة لقوات النظام السوري في حلب تطورات المعركة انسحبت توترا بين عناصر حزب الله وكتائب الأسد فتحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن خلافات وشتائم بين الطرفين لم تخلوا من تبادل لتهم الخيانة وتحمل كل طرف الآخر مسؤولية الخسائر الفادحة وفيما أعلن جيش الفتح عن مقتل قيادي كبير من حزب الله خلال معارك معمل الإسمنت أعلنت مواقع مقاربة من حزب الله عن مقتل العنصر في الحزب حسين علي حايك من بلدة كفر تمنيت الجنوبية كما أعلنت المواقع عينها عن مقتل العنصر في الحزب حسين معنقي وهو من بلدة صالح الحدودية ولعل المأزق الذي وقع به الحزب دفع بقيادته إلى تجنب إرسال جميع الجثث إلى لبنان ودفن أعداد كبيرة منها في منافن النجف في العراق وسيدة زينة في ريف دمشق